أكدت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال الحماية القانونية للمهاجرين وتجريم الإتجار بالبشر جذلك خلال استقبال وزارة الهجرة نبيلا مكرم وفدا من المفاوضية القومية لحقوق الإنسان بدولة السودان الشقيق وخلال اللقاء أوضح الوفد السوداني أن التجربة المصرية مهمة لدراستها وتطبيقها مشيدة بالجهود المصرية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وبإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعد خطوة رائدة في المحيط العربي والإقليمية